وعن هذا الملف ينضم معنا مباشرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور سامي ريكاني فأهلا وسهلا بك دكتور سامي في الخلاصة البداية كيف ترى محاولات حل الخلافات بين المركز والإقليم عبر جولة جديدة من المفاوضات وصفت أملا بالمفاوضات البناء والحديث لك تفضل قبل كل شيء مرحبا بك وبقناة دجلة وبالمشاهدين الكرام أنا باعتقادي حسب المعطيات الأخيرة والاتفاق الأخير بأنه كانت بما كان ربما توحي بأن هناك نوع من الجدية في التعاطي مع العلاقة ما بين أغليم كردوسان وبغداد حول ملف النفط بالدرجة الأولى وهي المتعلقة بالميزانية وهي التي عانى من ورائها الكرد أو أغليم كردستان عبعا اقتصادي حملت عبعا اقتصاديا أثرت على جميع مناحي الحياة خاصة أثرت على المواطن والموظف بالدرجة الأولى فباعتقادي هذا الملف كان هو الحاضر الغائب في نفس الوقت لأن لحد الآن الشارع الكردي لا ينظر بأن هذه المسألة سوف بجرة قلم سوف تحل لأن تعي ما وراءها من مشاكل متعلقة بتراكمات تعود إلى مرحلة ما قبل داعش أو في 2011 بالدرجة الأولى وما بعدها لذلك فباعتقادي المسألة فيها صعوبة ولكن ربما سيكون هناك حلول أولية أو رغبة هي الأساس النية في التعاطي مع الملف ربما ينظر إلى الشارع الكردي بأن هذه النية الخيرة في التعاطي مع هذا الملف هو موجود لحد الآن أما كيف تتمر هذه المسألة وكيف سيتعاطي معها في المراحل المقبلة فلحد الآن هي مجرد تكهنات لا يوجد وضوح في مراحل التعاطي مع هذه المسألة سواء من جانب بغداد أو من جانب أقليم كردوسان خاصة بأن الجانب يركزون على الحل الدستوري والحد الدستور هي في نفس الوقت إذا كان هو حلا هو أيضا هو العائق أيضا لأن الرؤية في التعاطي مع التعاطي في التفسير وتوضيح بنود الدستور وكيفية التعاطي مع الدستور والقوة التي تتقف خلفها والذي لها القوة والسطوة في تنفيذ ما يفسر إليه طرف دون طرف آخر فكلها هذه مشاكل حقيقية في التعاطي مع الدستور في تعاملها مع ملف النفط خاصة صلاحيات نفط أقليم كردوسان ما بين المركز وما بين أقليم كردوسان لذلك فباعتقادي الشارع الكردي ينتظر هذه اللحظة وما ستقول إليه المفاوضات في أبغداد وباعتقادي هو الملف الأقوى والذي يتابعه الشارع الكردي لذلك بقية الملفات ربما هي ستحتاج إلى مسائل أخرى أو وقت أو مراحل أخرى طيب يعني هو الملف الأقوى ووصفته قبل قليل بالملف الحاضر الغائب وهو قانون النفط والغاز طيب ما المطلوب لتسوية هذا الخلاف على أكثر القوانين جدلية بين المركز والإقليم ما المطلوب من المركز وما المطلوب من الإقليم لتسوية هذا الخلاف النقطة الرئيسية هي إخراج قانون النفط والغاز خاصة إذا عدنا إلى مرحلة 2012 كنت قد ركز على هذه النقطة عندما أحدثت أزمة ما بين أقليم كردستان وبغداد أشرت بأن بدون إخراج قانون النفط الغاز سيكون هذا حائقا في العلاقة ما بين أقليم كردستان وبغداد وفي 2014 أيضا كررت هذه المسألة على أكثر من قناة كردية وكذلك قنوات عربية أشرت بأن هذه المسألة مهما انفردت جانب الكردي أو ابتعد بغداد بعدم التعاطي مع هذا الملف أو تعاطت معها وفق الحلول السياسية فإنها لن تؤدي إلى حل هذه المسألة لأنها دائما كانت تعطي حلول من دوافع سياسية وكذلك كانت معقتة ولم تكن تحسم الأمر لذلك بقية المفاوضات حول هذا الملف لم تكن جدية لأنها لم تنظر إلى مسألة إخراج قانون النفط الغاز لأن قانون النفط الغاز هو الذي سيحدد الصلاحيات بغداد مع أقليم كردستان وكذلك صلاحيات أقليم كردستان في التعاطي مع ملف الاقتصادي وملف الطاقة بالدرجة الأولى لذلك فباعتقادي المرحلة الأولى يجب وضع أو الحمل على إخراج قانون النفط والغاز ويركز عليه أجانبين ولكن هناك أيضا مسألة الميزانية التي يجب أن تحدد خلال هذه المرحلة فباعتقادي مسألة دستورية مسألة القانون النفط والغاز هي متعلقة أيضا بتبعات أخرى هي أيضا عايق ربما لن تمرر هذا القانون بسهولة إنها تحتاج إلى مراحل وتحتاج أيضا إلى تسوية بعض الأمور العالقة ما بين أقليم كردستان وبغداد ووضع خطة ومنهج متدرج للتعاطي مع الملفات الأخرى التي هي بقت لحد الآن موقوفة ولم تحل حد الآن والتي تساند إخراج قانون النفط والغاز فباعتقادي هذه الأمور ربما الطرفين سيعطون حل مؤقت مع الاشتراض في الاستمرار في المفاوضات للوصول إلى إخراج قانون النفط والغاز لأن الفترة الزمنية أو الاستعجال من قبل الأطراف السياسية للموافقة أو لإخراج ميزانية العراق هي الملف الساخن والذي يفرض على الساحة العراقية لذلك بدون إخراج أو التعاطي أو إخراج صيغة التعامل مع ميزانية تقليم كردستان هي لازم تكون ضمن هذا الالتفاق نعم ومن الجيد دكتور سامي أنك أوصلتني لأوضوح الموازنة كيف تراها؟ هل تراها تختلف عن سابقاتها من الموازنات؟ هل ستلبي جميع التطلعات؟ بوادرها الأولية قد بانت أنا حسب تصوري أنا حسب تصوري إذا لم تصفي المؤسسات الدولة من القواعد التي أصبحت هي الدولة أو الدولة العميقة الراسخة في مؤسسات الدولة كل الأعمال التي يقوم بها الحكومة سواء هذه الحكومة أو سابقة أن كل أعمالها تذهب هباء بسبب وجود البنية الفاسدة المنظومة الفاسدة في التعاطي مع مؤسسات الدولة هي التي تنهي كل المخاطط كل البرامج التي تقوم بها مهما كانت قوة ورصانة الخطوات التي يقوم بها الحكومة أو ما نقول بأنه الجانب التنفيذي في التعاطي مع هذا الملف ولكن بدون تصفيات أو تنظيف هذه المؤسسات من الفاسدين ربما لن تؤتي بأكلها في المرحلة القادمة لذلك فالأولوية ترجع إلى وضع أو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة خاصة المرتبطة في التعاطي مع الميزانية أو الجانب المادي في مؤسسات ودوائر الدولة وضبطها بحيث يكون في متناول يد أو تحت أمرة رئيس الوزراء مباشرة أو مجلس الوزراء مباشرة ويكون هناك أيضا مراقبة من جانب البرلمان لأن حتى النزاهة هي مطورة في مسائل الفاسد فمعناته أن نحتاج إلى أيضا مراقبين نزيهين تراقب عمل الحكومة تراقب مؤسسات الحكومية أو الدوائر التي تنفذ أوامر الحكومة فمعناته المسألة يحتاج إلى همة وعمل ونية صادقة في التحامل مع هذه الملفات دكتور اسمح لي أن أستثمر الوقت أكثر معك كيف ترى أو كيف تقيم أيضا سعي الحكومة الجديدة لمواجهة الفساد واسترداد أيضا الأموال المنهوبة هل هذه الإجراءات تعد جذرية كافية أم تعتقد هناك إجراءات أخرى يجب أن تتخذ؟ حسب تصوري حتى إذا كان نية رئيس الوزراء السوداني كانت صادقة ولكن أنها تجابه عملية أو هيكلية لا تستطيع أن يخرج منها وهذه الهيكلية هي المنظومة السياسية المتمكنة على القرار العراقي والتي توزع بين الأطراف الفاعلة في العملية السياسية والتي تؤثر على مستقبل العملية السياسية وأيضا مستقبل الدولة وهؤلاء الأطراف في هذه المرحلة هم يحتاجون إلى أن يتعاونوا مع رئيس الوزراء في هذه المرحلة ولكن لها حدود أيضا فما أن يمس المصالحهم وهذه نعتقد أن تصفية أو توزيع الأدوار أو تمكين الأطراف في مؤسسات الدولة وبناء الأمبراطورية المالية وكذلك التي لها أيضا ذروعها المتصلة بالجانب الأمني وجانب السياسي في البرلمان وفي الحكومة فباعتقادي تجاوز هذه الهيكلية وتجاوز هذه التقسيمات الأدوار ضمن القوى الفاعلة على الساحة العراقية المؤثرة عليها لا يمكن للسودان أن يتجاوزها أو يستطيع أن يسيطر عليها لأنهم أصلا هم الذين يعطون له الدور القوة وهم نفسهم المعنيين بالفساد أيضا لذلك هذه الإشكالية تتصادم مع الرغبة في الحل وكذلك مواجهة نفس الفاعلين الذين يعطونه السند والقوة لكي يستمر في التعاطي مع ملف الفساد لذلك فالصعوبة أو نجاح السوداني يبقى هي الصيغة التي تتوافق عليه الأطراف المعنية خوفا على مصالحها ربما ستعطي له بعض القوى للاستمرار في الإصلاحات ولكن الإصلاح الجدري لا أعتقد بأنه سيستطيع أن يحلها وسوف يتصادم في نهاية المطاف مع هذه النفوذ وهذه القوى المؤثرة أو التي سيطرت على الدولة العميقة داخل الواقع العراقي ولا يستطيع أن يتجاوزها فمستقبل العراق ربما ستكون في هذه المرحلة لأن حاجة هذه الأطراف بسبب الفساد المستشري ومجيء الأطراف الدولية الأقليمية على الخط وأصبحت الفساد العراقي يعني ليس هناك جهة ربما لم يسمع بالفساد المستشري في الواقع العراقي لذلك خوفا على مصالحهم ربما سيعطونا بعض التنازلات وبعض القوى للسوداني السوداني لكي يعني يشكل ربما دعاية أو إعلام أو بعض الخطوات يوحي بأنه يقوم بالإصلاح ويقوم بالقضاء على الفساد ولكن باعتقادي أنها ستكون مرحلية وستكون نسبية ولن تكون جذرية في كل الأحوال نعم كنت ضيف الخلاصة لهذا اليوم أستاذ العلوم السياسية الدكتور سامي ريكاني شكرا جزيلا لك